باريس تضع شروطها قبل التوقيع على اتفاقية أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور في أمريكا الجنوبية والذي يضم البرازيل والأرجنتين وبارغوي وأورغوي فرنسا تطالب بضمانات بيئية لتفعيل الاتفاق والبدء فيه أوروبا يجب أن تتفق على كيفية ضمان وفاء دول ميركوسور بالتزاماتها المتعلقة بالمناخ بموجب اتفاقية باريس الحكومة الفرنسية وفي بيان لها قالت إن الضمانات المطلوبة مبنية على تقارير لخبراء عززت حرص الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون على وضعها قبل المصادقة على اتفاق التجارة الحرة الذي وقع في يونيو حزيران من العام الماضي الحكومة الألمانية يساورها القلق ذاته وقد أعرب المتحدث باسمها عن تشكك كبير من تطبيق الاتفاقية على النحو المنشود نظرا لتفاقم الحرائق في دول جنوب القارة الأمريكية على حد قوله ثم تستجابة أبدتها البرازيل في تصريحاتها إزاء مخاوف الفرنسيين والألمان ولكن الأقوال لم تقترن بالأفعال كما يقول الأوروبيون مشكلة الغابات وخاصة الأمازون تشكل هاجسا ليس فقط في إطار اتفاق بروكسل وميركسور فهناك صناديق استثمارية من أوروبا وآسيا تدير أصولا بأربعة ألاف مليار دولار في دول الجنوب الأمريكي هددت بسحب استثماراتها إن استمرت ظاهرة قطع أشجار الأمازون والحرائق المترتبة عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر